شاهدين دلوقتي معدنا مع موجز لأهم الأنباء يعني معك يا لم يتفضل شكرا لك أحمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمية وأضف متحدث الرئاسة أن برنامج زيارة الرئيس السيسي يتضمن وعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي أيضا لقاءا مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاتثمارية بين الجانبين كما يجتمع الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة للتباحث والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية استقبلت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله إلى مقر إقامته بواشنطن حيث يشارك في القمة الأمريكية الأفريقية الثانية ورفع المئات من المصريين القادمين من نيويورك والنيوجيرسي وبرجينيا وبالسينبانيا وبوستن وولايات أخرى لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلم مصر وصور الرئيس السيسي رددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له أعلن رئيس بلدية كييف أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عشر طائرات أجنبية مسيرة وفي وقت سابق قال رئيس بلدية كييف أن انفجارات وقعت في منطقة شيفتشين كيفسكي بوسط المدينة وسمع ذوي وانفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء في العاصمة الأوكرانية كييف حسب ما نقل شهود عين وقالت الإدارة العسكرية لمدينة العاصمة الأوكرانية في بيان إنه تم إصدار تحذير من غارة جوية في كييف وذكر حاكم كييف أوليكسي كوليبة أن الدفاعات الجوية تضرب أهدافا في المنطقة دعينا السكان إلى الإبقاء في الملاجئ فشل وزراء الطاقة الأوروبيون في التوصل لتوافق على آلية لتحديد صقف لأسعار الغاز بالجملة فأمهلوا أنفسهم أسبوعا إضافيا لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طريقة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة هذا وقد أرجاءت المباحثات حتى اجتماع وزرين جديد سيعقد في التاسع عشر من ديسمبر ليتطرق رؤساء الدول والحكومات إلى المسألة في قمتهم المقررة الخامس المقبل ذكر معهد البترول الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت أيضا مصادر بمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر وزادت مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.4 مليون برميل قالت مصادر أن الصين تعمل على إعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على 143 مليار دولار لصناعة أشباه المواصلات لديها في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق وأيضا مواجهة التحركات الأمريكية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجية وأضافت المصادر أن بيكين تخطط لطرح واحدة من أكبر حزم الحوافز المالية على مدى خمس سنوات والتي ستكون بشكل أساسي في صورة إعانات واعتمانات ضريبية لتعزيز إنتاج أشباه المواصلات وأنشطة البحث في الداخل قال قائد الشرطة في الكونغو الديمقراطية أن 120 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جراء سيول في كنشاسا ناجمة عن الأمطار الغزيرة كما ألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة واكتاحت الفيضانات شوارع في منطقة جنبي التي تضم وزارات والسفارات نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل